السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نكمل سلسلة تعليم السفل 3D 2009 في الدرس السابق تعلمنا عملية ادخال البيانات الى البرنامج عن طريق التكست فايل او ادخالها يدويا ايه عملية ادخال النقاط المأخوذة والمحسوبة والمرصودة بشكل بواسطة اجهزة التوتر ستيشن او الجي بي اس في الحقل وثم ادخالها الى البرنامج اليوم سنتكلم عن الكنتور لينز خطوط الكنتور خطوط الكنتور هي عبارة عن خطوط وهمية على سطح الارض تربط بين النقاط ذات المناسب الواحدة والفائدة منها تسهيل قراءة الخريطة لقارئ الخريطة والتعرف على طبيعة الارض من انحدار او ارتفاع وما شابه ذلك ولتكوين خطوط الكنتور لابد من توفر مجموعة من النقاط ثلاثية الابعاد xyz وهذه النقاطة مرصودة حقليا اليوم سنتكلم عن موضوعين اساسيين في عملية تكوين الخطوط الكنتورية يعني اليوم رح نحكي عن موضوعين مهمة يعني الدرس رح يكون بخطوطين الخطوة الاولى هي تكوين شبكة المثلثات والتعديل عليها والخطوة الثانية هي تكوين الخطوط الكنتورية بالاعتماد على شبكة المثلثات في البداية رح نتعلم كيفية تكوين شبكة المثلثات شبكة المثلثات هي عبارة عن مثلثات أو خطوط مستقيمة تربط بين النقاط بالاضافة ستؤدي لا تكون مجموعة من المثلثات تربط بين النقاط ذات المناسيب المختلفة تكوينها من الترين قائمة الترين ثم الترين موضل ستظهر قائمة ترين موضل أكس بلورر يجب تكوين السطح في البداية يجب تكوين سطح لهذه النقاط ترين موضل أي تعريف أي بمعنى أفضل تعريف السطح ترين موضل هنا كان أكو سطح سابق ستظهر هكذا القائمة ترين موضل على الترين right click ثم create new surface تكوين سطح جديد ثم يجب تعريف هذا السطح شنو المعلوم بهذا السطح المعلوم هو مجموعة من النقاط هذه النقاط أما يتم إدخالها عن طريق عفوا يتم إدخالها عن طريق groups يعني موجودة في الdatabase من البرنامج أو يتم إدخالها عن طريق الفايلز بما أنه ما عندنا نقاط إحنا بداخلها سابقاً عن طريق الgroups يجب إدخالها عن طريق الفايلز تسليكي منه add point file نذهب إلى النقاط point هنا تعلمنا في الدرس السابق كيفية إدخالها bne z d space أوكي تم إدخال النقاط وينطيك الوقت والساعة اللي تم إدخال فيها هذه النقاط النقاط يجب تعريف boundary الحدود حدود هذه النقاط حدود العمل يعني أنت قاعد تشتغل مثلاً من منطقة صحراوية قلوا لك أن الحدود لهذه العمل هي تحداثيات فيجب أن تقوم بإدخال الحدود سنقوم بتكوين حد افتراضي لهذا العمل من خلال polylines polylines specify start point لا على التعيين في أي التجاهة وبأي مسافة ثم right click enter قمنا بتكوين polylines يحيط بهذه النقاط ويعتبر هذا ال polylines هو حد لهذا المشروع حدود المشروع ثم terrain يجب تعريف هذا الحد هذه الحدود بالنسبة للسطح boundaries right click add boundary definition تعريف الحدود سوف تظهر لنا select polyline for boundary نقرأ واحدة بالماوس بالليفت click ثم يقول لي بالكومند boundary name هو boundary 0 أقول له enter boundary type outer أقول له enter make break line along yes or no yes يعني enter select polyline for boundary enter رجع عرف لي هذا boundary في السرفيس الآن تم تعريف يعني الأشياء الموجودة بالمشروع هي عبارة عن نقاط و boundary فقط الآن نقوم ببناء السطح من خلال السرفيس right click ثم build رح يطلب مني build surface مجمع من الخيارات نبقيها كما هي default by default ok يقول لي done building surface تم إنها عملية بناء السطح الآن السطح معرف من خلال النقاط و boundary لتكون شبكة المثلثات terrain edit surface import 3D surface يقول لي erase all surface view هل تود بمسح السرفيس القديم أقول ليس أكتب لها y enter قام ببناء شبكة المثلثات هذه شبكة المثلثة عبارة عن خطوط مستقيمة تربط ما بين النقاط فمثلا هذا الخط المستقيم يربط ما بين هذه النقطة وهذه النقطة وكل النقاط الموجودة على هذا الخط المستقيم هي معرفة من خلال المناسب الآن كيفية التعديل على هذه الخطوط التعديل على هذه الخطوط من خلال الترين التعديل على شبكة المثلثات التعديل على شبكة المثلثات يكون عن طريق terrain terrain edit edit service الخاصية الأولى add line هي عملية إضافة خط مثلا أريد أن أقوم بإضافة خاطمة بين هذه النقطة وهذه النقطة يقول لي from point من هذه النقطة to point إلى هذه النقطة ستلاحظون هنا ستتغير شكل المثلثات نلاحظ ليش تغير شبكة المثلثات وذلك لا يجوز أن يحدث أي تقاطع بين هذه الخطوط المستقيمة لأن إذا حدث أي تقاطع فإن نقطة التقاطع بما معناه فإنها سوف تحتوي على منسوبين وهذا منافي لأساسيات المساحة بصورة عامة لأن ما يوجد نقطة تحتوي على منسوبين لكل نقطة منسوب واحد أريد أن أعدل مثلا من هنا إلى هنا سألاحظ أن هذا الخط المستقيم وهذا الخط المستقيم سيتم إلغاهما إنلغن وهكذا الآن الخاصية الثانية من التعديل Terrain Edit Surface Delete Line مسح خط يقول لي Select Project Objects أسلك هذا اللاين وانطي Enter انمسح هذا اللاين أريد أراجعه Control Z رجع الخط Control Z بالكيبورد Control Plus Z يرجع خطوة واحدة إلى الوراء أي بما معناه هذه الأندو الخاصية الثالثة Terrain Edit Surface Flip Face Flip Face هي قلب الخط يعني مثلا هذا الخط هو متصل ما بين هذه النقطة وهذه النقطة إذا دست عليه راح ينقلب من هذه النقطة إلى هذه النقطة نلاحظ منقلب من هذه النقطة إلى هذه النقطة ندوس عليه مرة ثانية سيقلب بالعكس وهكذا لبقية الخطوط هذه خاصية Flip الخاصية الرابعة Add Point إضافة نقطة إضافة نقطة سيؤدي أيضا إلى تغيير شكل شبكة المثلثات فمثلا إذا ضغطنا هنا يقول لي ادخل Elevation هذه النقطة مثلا أنطيمية Enter تغيير شبكة المثلثات الخاصية الخامسة Delete Point يقوم بمسح نقطة Edit Point يقوم بالتعديل على نقطة فمثلا يقوم بتغيير منسوبها أو تغيير إحداثياتها الآن تعلمنا كيفية تكوين شبكة المثلثات وكيفية إظهارها أما الآن فسنتعلم كيفية تكوين خطوط الكنتور والتعديل عليها بالاعتماد على شبكة المثلثات وهذه الخطوة الثانية من درس اليوم Terrain أولا سنقوم بإطفاء لير هذه الشبكة ندخل على لير Properties Manager شبكة سرفيس نقوم بإطفاءها فسيؤدي ذلك إلى أطفاء شبكة المثلثات هذا العمل قمنا به من أجل عدم حصول أي تشابك بين الخطوط الكنتور وبين خطوط شبكة المثلثات إن شبكة المثلثات هي موجودة الآن يمكن استدعائها من خلال الليار تفعيل الليار ليار السرفيس ستظهر إطفاءها ستختفي وكذلك يمكن تغيير ألوان شبكة خطوط شبكة المثلثات إلى مثلا الأحمر Enter تغيرت من خلال هذا من خلال هذه الايقونة من الكلر الآن نقوم بإطفاءها Terrain من أجل تكوين الكنتور lines Terrain Create contours Create contours أوكي تظهر لي قامة Create contours بالSurface 1 اللي أنا قمت ببنائها From Elevation 100 To Elevation 127 هاي هو راح يقراها لا أراديا بالاعتماد على المناسب الموجودة في النقاط المدخلة أقدر أغيرها مثلا أسويها من 120 إلى 125 أو أرجحها مثل ما كانت حتى يقوم بإدخال جميع النقاط إلى خطوط الكنتور Both Intervals Both Minor and Major Major Only Minor Only Major Only هذه تعني بأن خطوط الكنتور سيظهر فقط المانور interval والماجر interval من الأفضل أن نقوم بتكون Both Minor and Major وهنا الانتيرفل هي بالاعتماد على طبيعة العمل فكلما كانت الدقة المطلوبة تكون الدقة عالية فيجب تصغير هذه الأرقام وأما إذا كانت الدقة ليست بتلك الأهمية فتكبيرها يكون أفضل من الأفضل وضعها 0.8 ويمكن نتعديل عليها لاحقا ثم OK Erase All Contours Yes Y Enter الآن قام بتكوين الخطوط الكنتور هذه الواضحة ما أكون في الشاشة التي تربط بين النقاط ذات المناسب الواحدة يمكن التعديل عليها من خلال Terrain Contour Style Manager Contour Appearance من الأفضل Smoothing Options وضعه Sublent Curve كما وضع أمامكم Text Style هذا بما يخص Labels Labels هي التي هنا يعني اللي بينها الخضرة في الصورة هي التي ستكون تحمل أرقام المناسب هنا الألوان يمكن تغييرها مثلا إلى البرتقالي تغيرها البرتقالي Height هي حجم Label ثلاثة أفضل شي Label Position Above Contour Below Contour On Contour Fوق Contour أسفل Contour على Contour الأفضل أن نكون على Contour ومن ثم OK الآن نقوم بتكوين Label Terrain أظهار Label Contour Label Contour Label بوسط الgroup Interior OK Start point مثلا من هذه النقطة إلى هذه النقطة سيقوم بأظهار Contour Line من هذه النقطة سيقوم بأظهارهم ويمكن التعديل عليهم Terrain Contour Label Contour Style Manager Text Style تصغير إلى O.8 مثلا OK فنلاحظ بأن Label تم تصغير حجمه ويمكن التعديل عليه أيضا تعديل على الألوان تعلمنا اليوم كيفية تكوين شبكة المثلثات وكيفية التكوين والتعديل عليها وكيفية تكوين خطوط الكنتوريا وتعديل عليها أيضا أتمنى أن تستفادون من الفيديو أو أي أسئلة تطرحوها على اليوتيوب في الكومنت إن شاء الله راح أقدر أجاوبكم عليه وإي شيء تحتاجون أقدر أساعدكم بإن شاء الله أسألكم الدعاء تحياتي لكم أخوكم حمزة غالب